أهلا بكم إلى تفاصيلة أسقط المجلس العلمي التابع لوزارة الشؤون الديني والوقاف رسميا مسألة قروض النساج من جدول أعماله تفديا لما قد ينجل عنه من أضرار قد تتضاعف حدة البطالة وتحل أزيد من 3 ألف مؤسسة استحدثت و60 ألف في طريق الاستحداث قبل نهاية العام الجاري أفد محمد الغازي وزير العمل وتشغيل والضمان الاجتماعي في تصريح خاص به جريدة النهار بأن فتاوى المجلس العلمي لا تعنى قطعه لا من قريب ولا من بعيد بعدما تم إسقاطها وبشكل رسمي من جدول أعمال المجلس العلمي الذي كان ينوي إصدار فتوى بشأنها وقال تحدثت رسميا مع الوزين محمد عيسى وأبلغني بخبر إسقاط قروض النساج من جدول الأعمال فيما تم الإبقاء على قضية يسرع الدواج وحوادث المرور تشهد والعش الأواخر من شهر رمضان المعدم أداء صلاة التهجد ولأن هذه الصلاة تتم في الثلث الأخير من الليل وحفاظا على أمن المصلين وضعت وزارة الشؤون الدينية والوقاف شروطا للترخيص لمشهد لأداء هذه الفريدة تقرير رأسي تحمد هاتيب يكفف المسلمون من العبادة في العشر الأواخر من شهر رمضان المعدم بأذاء صلاة التهجد صلاة تبدأ بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل لمن تيسر له ذلك هو أن يجتمع الناس على إمام في مسجد تصلى فيه ركعات هي عبارة عن قيام الليل في الثلث الأخير من الليل أو في منتصف الليل قيام الليل هو من الطاعات التي تقربها العبد إلى مولاه والأخص في هذا الشهر الكريم والأخص في العشر الأواخر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل بصلاة التهجد جعلت له وزارة الشؤون الدينية والأوقاف شروطا للترخيص لها بمختلف مساجد الوطن المسجد الذي يكون فيه إمام حاضرا أو يكون معلم القرآن أو المصلي الذي يصلي بالناس من القطاع موجودا في المسجد هذا المسجد يرخص بأن يصلي صلاة التهجد لكي يحفظ الأمن ويحفظ الاستقرار داخل هذه المؤسسة من مؤسسات المجتمع الجزائري لكن إذا لم يكن هناك مؤطر لهذه الصلاة من موظفين أو من لهم رخصة سواء كان بالتدريس أو بإقامة صلاة الترويع أو بالتعاون معنا فإن هذا المسجد لا يستطيع أن يقيم هذه الصلاة ويبقى حريب كل مسلمين أن يستقبل العشر الأواخر من شهر رمضان بفعل الطاعات واجتناب المعصيات والإكثار من الدعاء وتلاوة القرآن تشهد دول أسواق المحلية في ولاية ميلة منذ بداية شهر رمضان ترجعا كبير في استهلاك اللحوم البيضاء ما سبب ركودا في ممارسة تربيتها في أوسط الفلاحين لإشعاعات مارد نيو كاسل وهو ما أثر خوف المواطنين من مغبة تناول لحوم الدجاج أو الديك الرومي على حد سواء ولجوء اللحوم الحمراء تسببت شائعة وباء نيو كاسل وسط المواطنين في ولاية ميلة بالنفور من استهلاك اللحوم البيضاء والإقبال بكثرة على محلات بيع اللحوم الحمراء باختلافها كل الحمد البقري والغلب أحسن من الجاج مضمون يعني والإنساكية كل مقمئن يعني مش كيمة تعالجاج كل مرة فيه مرضى فيه مرضى فيه مرضى فوفونا فيه هي مكانش كومانتاع الجاج كونسومانتاع الجاج مكانش خلاص سمون بانسيب دو كمشي وغير الحم عدنا الحم لحوم الحمراء وهذا كتمشي الجاج ديماج شوية كم بعد عدنا مجيبوهش خلاص كما شاهدت تجارة تربية الديك الرومي أيضا ركودا منذ بداية شهر رمضان وانتعاش تجارة تربية الأبقار والأغنم لطلبات المواطنين عليها مخص وجود مرضى نيوكاستل منطمئن المستهلكين لا يوجد حتى أن أي تصريح أو ظهور بهذا المرض على المستوى الولايات وانطمئن المواطنين بأن استهلاك هذه المادة لا يكون عليها أي خطر على صحة المواطنين وبتأكيدات الجهات الرسمية لسلامة جميع اللحوم الحمراء والبيضاء يبقى الوعي لدى المواطنين في ولاية ميلا يتطلب تحريك عمليات التوعية والإحساس الواسع دائما في أجواء رمضان على ما يبدو أن الجزائري يخصص عشر ساعات من وقته في اليوم للنوم هذا حسب ما ظرته نتائج الدراسة الأولة تشرف عليها الديوان الوطني للإحصاء المزيد مع مونة مالك الجزائريون لا يعملون سوى ست ساعات بالمقابل ينامون عشر ساعات في اليوم هو ما كشفت عنه دراسة أجراء مؤخرا الديوان الوطني للإحصاء والتي شملت قربة ألف عائلة موزعة عبر الوطن لقياس وتحليل كيفية تنظيم الجزائري لوقته خلال الأربع وعشرين ساعة أين يخصص عشر ساعات وخمس دقائق للنوم والراحة وست ساعات وثلاثون دقيقة للعمل وخمس ساعات وتمان دقائق للتكوين والتعليم وثلاث ساعات وتلاث دقائق للترفيه والألعاب ووسائل الإعلام والرياضة أزيت من أربع ساعات في اليوم لأشغال البيت في حين الأشغال الغير محددة ساعتين وتسع دقائق والعناية الشخصية كالأكل والشرب ساعتين وست دقائق والعناية بالأطفال وباقي أعضاء الأسرة ساعتين أما النشاط الاجتماعي على غرار التحدث في الهاتف وحضور الأعراس والجنائز فخصص له ساعتين وثلاث دقائق وأخيرا التنقل ساعتين وست دقائق من جهة أخرى أظهرت الدراسة أن النساء أكثر نشاطا من الرجال حيث يخصصنا 26.5% خلال الأربع وعشرين ساعة لوقت الإنتاجية بينما خصص الرجال 19.4% من هذه المدة الزمنية لهذه النشاطات ويدخل هذا التحقيق في إطار برنامج الإنصاف لترقية المساواة بين الجنسين استقبلت مصالح الاستعجلات الطبية على مستوى مستشفية الوطن أزيد من 500 حالة تعرض أصحابها لضربة الشمس بسبب الارتفاع الكبير والحاد في درجة الحرارة حيث خلفت هذه الموجة التي انطلقت أول أمس قتلين بيت الامسان أحدهما كان يمتهن الفلحة والثاني يعمل في مصنع للزفت وتراوحة الحالات التي تم استقبلها ما بين الإغماء وضيق التنفسي لمرض الرب وفضلا عن تعرض مسنين واطفال نفس التعقيدات جراء الاتفاع المفرط في درجة الحرارة وحسب ما كشفت مصادر الطبية جيدة النهار فقد شهدت المستشفيان الجامعيان مصطفى باشار جامعي ولمين دباغين توفد عدد كبير من المواطنين على مصلحة الاستعجلات قدر عددهم بمئتي حالة جراء تعرضهم لضربة الشمس القوية موجة الحرشة التي تعرفها الجزائر في اليومين الآخرين رابطها المختصون في علم الفلاك بما يطلق عليه بالعامية أيام السماين وهي في حقيقة الأمر ظاهرة فلوكية عادية تحدث منذ القديمة أحمد محمود مرت الجزائر خلال الثمانين وأربعين ساعة منقضية بموجة حر استثنائية تخطت عتبة الخمسة وأربعين درجة خبراء علم الفلاك أرجعوا ما تشهده الجزائر حاليا إلى ما نسميه بالعامية الأيام السمايم التي نعيش الصغر منها في انتظار الكبرى الصغرات تبدأ في ثلاثة أجويلية وتكمل في ثلاثة وعشرين والكبرى تبدأ في أربع وعشرين وتكمل في ثلاثة أجوتي كما هذه اللي نعرفها راي فاقد قافزات يعني يوم يومين وتعود طروح ولكن السمايم الكبرى راي تدخل طلاقا من أربع وعشرين كما يقحم هؤلاء النشاط الفلكي وما يتصل بالدورة الشمسية الجديدة التي افتتحت عام 2010 ونشاطها النووي الذي سيتواصل بوتيرة أكبر حدة خلال الأربع سنوات القادمة كأحد التفسيرات العلمية لهذه الظاهرة أسبابها هو فلكية محظى في هذا الوقت من السنة المحورة على الأرض ره منحني كل من يسكن بالنصف الكرة الشمالية رانا منحانين إلى الشمس فكاننا قربنا إليها فقط نوضيف نقطة مهمة هو أن الشمس نفحت عندها نشاط نووي وليبعتناها تسخانة الجزائريون سيكونون مع نهاية رمضان ملتهبة وتبقى الحيطة والحذر وحدهما كفيلتين بتجنب ضربات الشمس والتي قد يزيد الصيام من خطورتها إلى موضوعنا آخر نظم شباب وجميعونا بولاية البيض وقفة تضامنية مع سكان غزة التي تتعرض للعدوان الصهيوني ورفع منظموه الوقف شعارات نضع إلى وقف ما يحصل ضد أطفال ونساء غزة مطالبين بتقديم الدعم اللازم لهم نور الدين أحماني نور الدين أحماني مكان مدينة البيض مع إخواننا وأهلنا في غزة غزة المختصبة والحق غزة ميش هي القضية لما نحوزوش يصرفنا الإعلام للقضية الأساسية هي في فلسطين المحتلة هي الأراضي المحتلة العربية كلها في فلسطين وفي الجولان وغير ذلك ولكن غزة اليوم هي الجريحة وعلى هذا الشيء تألمنا كل يومنا نتألم ونشوفوا هذه المظاهر تعالى القتل هذه وقفة رمزية من أرض البطولات من أرض الشهداء من هذه الأرض التي دنست وطهرت بدماء الشهداء نبعث بها إلى أهلنا في غزة هذه الأرض التي دنست وتسقى الآن وتطهر وتغسل بدماء وأرواح أبريائنا في فلسطين إليكم يا آباء هذا وصعد الكيانة الإسرائيلية اليوم هجومه البري على قطاع غزة في وقت سشهد فيه سبعة فلسطينيين بغارات إسرائيلية استدفت إحدها منزلا سكنيا في خانيونس وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 306 بينهم 65 قتلان منذ بداية الهجوم البري مساء الخميس وأصيب ثلاثة جنود إسرائيلين في تبادل إطلاق النار مع مقاومين من الفصائل الفلسطينية في شمالي قطاع غزة في وقت متأخر من يوم الجمعة حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية وأعلنت فصائل فلسطينية خوضها اشتباكات مع جنود الاحتلال في بيت حنون وخانيونس تخللها تفجير عبوة نسفة واستهداف دبابة كما أعلنت سوريا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تفجير دبابة إسرائيلية متواغلة في بلدة بيت حنون شمالي قطاع غزة هذا وعاقب الهجوم الذي شنه مسلحون على فرق عسكرية تونسية في جبل الشعنبي رجحت الحكومة تونسية أسباب هذه الهجمات إلى محاولة لإفشال المصر الديمقراطي في البلاد كما حذرت أيضا من انتشار هذه الأعمال على كامل مناطق الجوار والزحافة يكشف تصريح وزير الدفاع التونسي غازي الجريبي حول عدد الإرهابيين الذين هاجموا الفرقة العسكرية بجبل الشعنبي والمقدرين بين أربعين وستين إرهابيا حجم الخطر الذي يداهم تونس في مخطط قال عنه أنه يستهدف المسار الانتخابي التونسي مشيرا إلى أن خطر الإرهابي قادم لا محالة الرئيس التونسي منصف المرزوقي من جهته قال أن هدف الإرهابيين هو إفشال التجربة التونسية واستهداف المخطط الديمقراطي وعرقلة تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع تنظيمها شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين مؤكدا على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية التونسية والوقوف في وجه هذه الجماعات وإفشال كامل مشاريعها يجب أن نفهم الرسالة التي يبعث لنا بها هؤلاء المجرمون أنكم مش بتعديوا رمضان سعيد أنكم مش بتعيدوا عيد سعيد أنكم مش بتحصلوا على الأمن والاستقرار أننا من مش تخليوكم تعملوا للانتخابات وتواصلوا المسار الديمقراطي والتبسك بالمؤسسات الديمقراطية من مش بش خليوكم تبنيوها الديمقراطية من مش بش خليوكم تكونوا استثناء في العالم العربي السلطات التونسية تتابع الكشف عن تفاصيل الهجوم الذي شنه مسلحون تابعون لأنصار الشريعة وسط دعوات إلى التكاتف الوطني من جهة وإنجاح المشروع الديمقراطي ودعم الجيش في كامل معاركه من جهة أخرى بهذا نصل ختم الموجز السلام عليكم